حدد قانون الانتخابات الرئاسية شروط وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية من بين تلك الشروط ضمان كفاءة وأهلية من يتقدم للترشح وأن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمنة ولو كان قد رد إليه اعتبارها أهلا بكم الترشح للانتخابات الرئاسية حق كفله الدستور والقانون لكل مواطن مصري تتوافر بشأنه شروط الترشح لضمان كفاءة وأهلية من يتولى هذا المنصب الرفيع فطبقا للمادة 141 من الدستور يشترط في من يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن لا يكون قد حمل أو أي من والدي أو زوجه جنسية دولة أخرى حددت أيضا المادة 141 من الدستور شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا وأن لا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية أما المادة 142 من الدستور فتشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية أو في أي انتخابات أخرى سواء برلمانية أو محلية أو استفتاء فنصت على حرمان مؤقت للمحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر والمصاب أيضا باضطراب نفسي أو عقلي كما نص القانون على حرمان لمدة ست سنوات لمن صدر بحقه وضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من آداء الضريبة أو صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة رئيس جمهورية مصر العربية هو رأس الدولة المنتخب وكل من يرى نفسهم مهلا لخوض هذا الصباق فعليه أن يكتاز تلك الشروط أولا خاصة مع تعهد الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تكفل لرغيب الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال هذا الحق كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح